اشتركوا في القناة ومما يدل على عظمة العرش وسعته ما جاء في وصف حملة العرش كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والضياء المقدسي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي كتفه مسيرة سبعمائة سنة وروا الطبراني بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت فهذا ملك واحد من حملة العرش روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأراضين بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت أي سبحانك أزل بل من حيث لا أزل ولا أبد بل أنت الأول وليس قبلك شيء ولا مبدأ لأوليتك وأنت الآخر فليس بعدك شيء ولا انتهاء لآخريتك جل وعلا سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء الحديث وهذا بيان لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة